السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات أسئلة كثيرة وخوف وحذر من استخدام أوميغا ثري يصل إلى حد الصدمة هل أوميغا ثري يسبب سكتات دماغية وسكتات قلبية وهل يسبب أوميغا ثري كبد دهني وشحوم على الكبد وهل يمكن أن يكون سببا لمرض الزهايمر شائعات كثيرة وأحاديث بعيدة كل البعد عن الدراسات والأبحاث العلمية والطبية أوميغا ثري كيف نحصل عليه من الطعام وكيف نتناوله بطريقة صحيحة وهل يعطى أوميغا ثري للكبار والصغار للرجال والنساء وما هي فوائد أوميغا ثري المذهلة للدماغ والقلب والشرائين وهل يعطى لمريض الكبد الدهني وهل يعطى للمرأة الحامل وما تأثير أوميغا ثري على الذاكرة والتركيز وعلى مرض الألزهايمر وما هي جرعة المكمل الغذائي أوميغا ثري هدف هذه الحملة على أوميغا ثري هو ليس صحة الإنسان بل على العكس تماما ولن أخوض بالأهداف الخفية والمرعبة ومن وراءها ما يهمني أن أتحدث بكل شفافية ومصداقية كطبيب اعتمادا على الأبحاث والدراسات العلمية والطبية وليس آراء واجتهادات شخصية من يروجون لخطورة أوميغا ثري على الإنسان وأنه يسبب السكتات الدماغية والسكتات القلبية ودهون الكبد والألزهايمر وتصلب الشرايين والجلطات هم نفسهم من يروجون للذة طعم الهامبرغر والمشروبات الغازية هم نفسهم من يقولون أن الزبدة والسمنة البلدية والبيض تسبب ارتفاع الكوليسترول وتضيق الشرايين والجلطات الدموية ومشاكل الكبد والسمنة يروجون للوجبات السريعة ومشروبات الطاقة والماكرونة وآخر شيء يروجون بأن أوميغا ثري قاتل ويسبب السكتات القلبية وسكتات الدماغية إليكم قصة أوميغا ثري وحقيقة أوميغا ثري سأبدأ بسؤال كيف نحصل على أوميغا ثري من مصادره الطبيعية يمكننا الحصول على أحماض أوميغا ثري الدهنية من تناول السمك الدهني مثل سمك السلمون وسمك السردين هذه الأسماك غنية بأوميغا ثري ويمكن الحصول أيضا على أوميغا ثري من زيت كبد الحوت أو الطعام البحري وأيضا الأفوغادو غني بأوميغا ثري ومفيد جدا كمضاد التهاب ومضاد أكسدي وإذا كان هناك صعوبة في تناول أوميغا ثري من مصادرها الطبيعية فنحن بحاجة لنتناولها كمكمل غذائي فنقص أوميغا ثري في الجسم يؤدي إلى خلل في ميزان الجسم ومشاكل صحية عديدة وخطيرة على مستوى أجهزة الجسم طيب ماذا ينتج فعلا عن نقص أوميغا ثري في الجسم نقص أوميغا ثري يسبب أمراض عديدة وتكون في كثير من الأحيان خطيرة نقص أوميغا ثري يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم واضطراب نظم القلب وإصابات قلبية وذبحة صدرية نقص أوميغا ثري يمكن أن يسبب التهابات في الجسم وتعرض مستمر لأمراض فيروسية وأمراض بكتيرية نقص أوميغا ثري يمكن أن يسبب قلق واكتئاب ونقص انتباه وفرط نشاط عند بعض الأشخاص نقص أوميغا ثري يمكن أن يسبب نقص ذاكرة ومرض الألزهايمر نقص أوميغا ثري يمكن أن يسبب مشاكل جلدية وخاصة إكزيمة وصدفية والتهابات بالجلد وحساسية وتهيو الجلد نقص أوميغا ثري يمكن أن يسبب دهون الكبد وتشحم كبد نقص أوميغا ثري يمكن أن يسبب آلام الركبتين وآلام المفاصل وخاصة آلام الظهر والتهاب مفاصل الجسم طيب سنتحدث عن فوائده ما هي فوائد أوميغا ثري المذهلة والعظيمة أوميغا ثري يقلل من خطورة الإصابة بالسكتات القلبية وتصلب الشرائين وينظم ضربات القلب لذلك يوصف أوميغا ثري لمرضى القلب أوميغا ثري ينظم مستوى السكر بالدم لذلك نصفه في عياداتنا لمرضى السكري أوميغا ثري مضاد للأكسدي ويقلل من خطورة الإصابة بالسرطانات وبشكل خاص يقلل من فرصة الإصابة بسرطان القولون وسرطان الرئى وسرطان البروستات أوميغا ثري يساعد في تنظيم ضغط الدم لذلك نصفه في عياداتنا لمريض ارتفاع الضغط أوميغا ثري هام جدا لصحة الدماغ وتغذية الدماغ ويساعد في علاج آلام الركبتين والظهر وعلاج التهاب المفاصل أوميغا ثري يساعد في تنظيم الدورة الشهرية عند المرأة وتحسين الإبادة وهو هام للمرأة الحامل بدءا من الشهر الخامس لكن الطبيب المشرف هو من يقرر ذلك ويحدد الجرعة لسيدة الحامل أوميغا ثري يساعد في تحسين حالة الكبد وعلاج الكبد الدهني والتخلص من دهون الكبد كما أن له دور هام في خفض الكوليسترول أوميغا ثري مضاد التهاب يقلل من فرصة الإصابة بالتهابات ويخفف من حالات التوتر والقلق والاكتئاب ويساعد أوميغا ثري في التخلص من مشكلة غلة النوم وعدم القدرة على النوم أوميغا ثري هو أحماض دهنية غير مشبعة يعني هو دهون هذه الدهون عندما نتناولها تحرق الدهون المتراكمة في أجسامنا وهذا عكس ما يشاع بأن أوميغا ثري يسبب السمنة وزيادة الوزن إن أوميغا ثري تساعدنا عندما يكون لدينا سمنة أو زيادة وزن طبعا بالإضافة للحمية الغذائية الصحية فهو يلعب دور هام في حرق الدهون أوميغا ثري مفيد في التهاب الأعصاب وفي تخفيف الآلام أوميغا ثري مفيد جدا لمناعة الجسم والجهاز المناعي والوقاية من الأمراض وحماية الجسم من التعارض لأمراض فيروسية وبكتيرية أوميغا ثري هام جدا في امتصاص فيتامين A وفايتامين K وفايتامين E وفايتامين دال يعني تذكروا كلمة أكيد A K E D فهذه الفيتامينات تذوب في الدهون وكي يتم امتصاصها بشكل جيد هي تحتاج إلى أوميغا ثري نحن عندما نتناول فيتامين دال من المهم جدا تناول أوميغا ثري معه فهو وسط دهني رائع يحتاجه فيتامين دال كي تتم عملية الامتصاص بشكل جيد لذلك هناك أشخاص يتناولون فيتامين دال بدون أوميغا ثري ويبقى مستوى فيتامين دال منخفض لديهم بسبب عدم تناولهم لأوميغا ثري مع فيتامين دال أوميغا ثري هام جدا للأطفال ولصحة ونمو الطفل وصحة دماغه وهام أيضا لذكاء الطفل وتحسين التركيز لديه وتقليل فرط حركته أوميغا ثري هام جدا لتحسين الذاكرة وتحسين الانتباه عند الأطفال والكبار الرجال والنساء يعني أوميغا ثري كنز حقيقي لا يقدر بثمن طيب ما هي جرعة أوميغا ثري؟ يفضل الحصول على أوميغا ثري من مصادره الطبيعية التي ذكرتها في بداية الفيديو وفي حال عدم توفرها يمكن الحصول على أوميغا ثري كمكمل غذائي على شكل حب أو كابسولات الكبار وشراب للأطفال لن أذكر أسماء شركات أنتم تختارون الشركة الأفضل في بلادكم والجرعة يقدرها الطبيب عادة يعني أنا في عيادتي أقدر الجرعة حسب الأعراض التي يشكو منها المريض وبعد تقييم ودراسة الحالة بشكل دقيق لكن بشكل عام الطفل يعطى جرعة يومية 100 ميلي جرام لمدة 3 أشهر ثم مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا وطبعا الجرعة تعطى بعد وجبة فيها بيض وزيت زيتون أو زبدة أو سمنة بلدية جرعة أوميغا ثري اليومية للكبار الرجال والنساء 500 إلى 1000 ميلي جرام تعطى لمدة 3 أشهر مرة في اليوم ثم تعطى مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع وفي بعض الحالات يمكن أن يصف الطبيب جرعة يومية 1500 إلى 2000 ميلي جرام وهناك مكمل غذائي هو زيت كبد الحوت أو زيت كبد القد وهذا المكمل غني بأحماض أوميغا ثري الدهنية وفيه أيضا فيتامين دال وفايتامين اي أما سمك القد فهو منخفض الدهون ونسبة أوميغا ثري فيه قليلة لذلك ركزت في بداية الفيديو على أن أوميغا ثري يمكن الحصول عليه من تناول السمك الدهني وهي الأسماك الصغيرة وخاصة سمك السلمون وسمك السردين أما الأسماك الكبيرة فنسبة أوميغا ثري فيها قليلة هذه هي إذن حقيقة أوميغا ثري وفوائده التي لا تعد ولا تحصى والتي لا تقدر بثمن كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم الحلوة وشاركوا الفيديو شوفوا الفيديو أكثر من مرة وكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد أنتم عايشين ووصلوا الفيديو لأصدقائكم والأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته بتهمني كتير أحبائي بنصحكم تضغطوا على هذا الرابط وتشوفوا فيديوهات هامة ومفيدة جدا واكتبوا لي تعليقاتكم عليها بحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته